المساء الخيرات اليوم حبايبي على الولايات المتحدة الأمريكية إلى برجينيا في العام 2015 رح نسمع تفاصيل جريمة من آخر رابط جرائم اللي ممكن تسمعوا فيها من ناحية الدافع من ناحية شخصية الجاني هاي التفاصيل المؤلمة والمثيرة رح نسمعها بعد الفاصل خلاله إذا عجبكم الفيديو اللايك الاشتراك في القناة أيضا إذا في مجال مساعدة في نشر رابطها نسمع ورح أبدأ معكم في شهر أربعة من العام 2015 في هاي القرية أو البلدة الهادئة والجميلة بتم العثور على تشارلز تيلر اللي عمره 59 عام داخل منزله في جسمه 31 طعنة لما يوصلوا رجال الشرطة يبدوا يفحصوا مسرح الجريمة زي ما بيحكوا كابوس بمعنى كابوس لأنه هالرجل خارق في دماؤه على السوفة الدماء موجودة في كل مكان في المنزل مباشرة بيعرفوا أنه هي جريمة عاطفية لأنه في كمية من الحقد من المشاعر خلال تنفيذ هاي الجريمة بالإضافة لهاي الطعنات الكثيرة في جسمه لها الرجل في عندي واضح تربة قضية على منطقة الرأس أكيد بأداء ثقيلة واضح أنه الشخص اللي قتله لتشارلز كان حابب أنه يشعره بالألم أنه يتأذى أنه ينتقم منه بطريقة أكثر من مجنونة من الأدلة على وجود علاقة بين الشخص الجاني والطاحية أنه ما فيه آثار دخول بالقوة على المنزل ما فيه باب مخلوع شباك مكسور واضح جدا أنه الشخص الجاني إما تم فتح الباب إله أو أنه عنده مفتاح دخل بطريقة سهلة على البيت عملية البحث عن الشخص الجاني ما تأخذ منهم أي وقت أبدا تعرفوا ليش لأنه الجاني بدأ ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي أنه هو نفذ الجريمة أنه هو فخور بتنفيذ هاي الجريمة اللي نفذ هاي الجريمة ما كفى بأنه يخبر عن تنفيذها لا وكمان بدأ ينشر صور على جميع وسائل التواصل خلينا نترك هالموضوع أعرفكم على شخصيات رئيسية في قصتنا لليوم ونبدأ بالضاحية والله هو تشارلز ديلر يقال أنه هو رجل لطيف كريم بالفترة الحالية هو يعيش أو كان يعيش مع ابنه ركس خلال الفترة الماضية ما قبل حدوث الجريمة علاقة تشارلز مع ابنه كانت أكثر من رائعة إلا أنها مع زوجة ابنه واللي هي أمانذا كانت العلاقة سيئة أماندا زوج هاريكس اللي هو ابن شارلز التقوا خلال مرحلة الدراسة الثانوية وبعد فترة من العلاقة بتكشف أماندا أنه هي حامل بتترك المدرسة بيتزوجوا بيبدوا يعيشوا مع بعض خلال فترة بسيطة بيكون عندهم الابن الأول بعد فترة بيكون عندهم بنوتة عايش حياتها زيها زي أي بنت عمرها بداية العشرينات في الولايات المتحدة الأمريكية زي معظم البنات بتعرفوا السلفز تاتوز الصور على وسائل التواصل الاجتماعي محاولة الظهور بأنهم بعيشوا حياة سعيدة إلا أنه خلف الكواليس في حياتهم الواقعية هم عندهم هو صغير عادي بالقتل المتسلسلين أماندا بالذات ما عندها أي حرج من أنه تتواصل مع هاي النوعيات واللي هم القتلة خلال وجودهم في السجن بتعرفوا كيف البعض عنده حلم بأنه هو يكون طبيب أو مهندس أو مثلا معلم هي عندها حلم بأنه تكون قاتلة متسلسلة إلا أنه قبل ما يصير حلمها شيء من الواقع هي بتبدأ مشاكلها مع زوج هاريكس هو عنده عادة إدمان المواد الممنوعة هي بتوصل لمرحلة أنه خلاص ما بدها زوجها المدمن يكون بجانب أولادها شوفوا التناقض يا جماعة من أحلامها أنه هي تكون قاتل متسلسل شيء مؤلم بالنسبة لها وغير مقبول أنه والد أولادها هو مدمن ركس عنده مشكلة أخرى غير الإدمان واللي هي تعرفوا شو الإكتئاب الآن أماندا تضع اللوم على والد ركس واللي هو جارلز بأنه هو اللي تسبب في إدمان ابنه لأنه لما كان عمره 15 عام الوالد عوده على عادة الممنوعات الآن بتبدأ خلافات بينها لأماندا بين زوجها في النهاية تجبروا على مغادرة المنزل بيترق بيته بيرجع يعيش مع والده شارلز اللي عمره 59 عام إلا أنه وللأسف بعد ما يغادر منزل العائلة يروح عند والده بيبدأ ينهار تماما في النهاية في شهر أوغسط بنفذ عملية انتحار بيتم العثور عليه في مستوضع تابع لمنزل والده معلق بحبل واضح أنه هو وصل مرحلة صعبة جدا بعيدا عن زوجته وأولاده بنفذ هاي العملية في عيد ميلاد ابنه السابع وبعد وفاة زوجها اللي هي طردته من المنزل هي أيضا بتنهار حالتها بتبدأ تفكر أنه شارلز الوالد هو المسؤول عن انتحاره هي أصلا تربيتها حياتها ما كانت سهلة والدها والدتها دخلوا السجن عدة مرات يعني هي في النهاية من عائلة مفككة وفاة زوجها بزيد البضع سوء وبعد وفاة زوجها بفترة بتتعرف على الرجل اللي موجود أمامنا شون بيل هلا هو بيحاول يبهرها يبهر لها أنه هو مهتم بعالمها المجمون عالم القتل عالم المتسلسلين بيبدأ 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 علاقة هو الرجل هو الرجل كان يعيش حياة عادية جدا إلا أنه لما تعرف على أماندا بدأ يدعي أنه هو دخل معارك خاط حروب قتل العديد والعديد من الأشخاص على العكس تماما هو رجل خجول جدا عاش حياته بعيد عن المشاكل إلا أنه لما يتعرف عليها لأماندا بيبدأ هو وهي يخطط حتى أماندا بتعرف تحقق حلم حياتها شو هو الحلم يا ترى إنها تكون قاتلة متسلسلة الآن هم وضعوا الخطة لازم التنفيذ بيبدأ أول شي بأنه بيسرقوا مجموعة من المسدسات الأسلحة النارية من منازل الأقارب بعد هيك بيشتروا الذخيرة بيبدوا في تنفيذ الخطة بيبدوا عاد يختاروا الأشخاص اللي بدهم ينفذوا فيهم جرائم الشخص الأول هو تشارلز هلها يا سيدة المطالبة والمريضة بتاريخ 27 مارت هي مع زوجها ركس مواليد نفس التاريخ 27 مارت اللي بتعمله أنه بتروح على المقبرة اللي فيها زوجها بتحاول أنه تنفذ عملية انتحار إلا أنه هي بتتراجع في اللحظات الأخيرة في النهاية بتروح على المستشفى هي بتحكي أنه هي عملتها شيء لأنه هي بتروح أو بدها بتروح عند زوجها على جهنم بيتم بيتم علاجها وفي النهاية إخلاء سبيلها بتعرفوا أنه بالعادة بيتم احتجاز هذول الأشخاص مراقبتهم اللي بيحاولوا ينفذوا عملية انتحار علاجهم نفسيا إلا أنه والدة آماندا تصر على أنه خلاص هي تغادر المستشفى هي بتغادر بتاريخ 1 إيبرل بعد عدة أيام ثلاث أيام تقريبا بتنفذ جريمة هي مع صديقها شون بيروحوا على منزل هالرجل واللي هو جالز جت الأولاد المفروض أنه في أعياد إيستر هو بده يعطيها بعض المال من أجل الأولاد بتوصل على بيته وهي عندها خطة مختلفة تماما وتخيلوا الجنون يا جماعة بتوصل على بيته الساعة 3.27 واللي هو تاريخ ميلادها ميلاد زوجها ركس 27 3 بتوصل على البيت بتبدأ بالهجوم أول ما يدخلوا على البيت الحبيب واللي هو شون بيثبت رأس هالرجل باستخدام الأداء اللي بنستخدمها حتى نغير إطار السيارة خلال خلال هاي الفترة هي تطعن والد زوجها بكل شراسة في منطقة الصدر هي تطعن وتنظر في عيونه لأنه هي بدها تشوف كمية الألم اللي عانى منها هالرجل تشارلز خلال ما هي تطعن هي قريبة جدا منه بتعرفوا ليش لأنه هي بدها تسمع أصوات أنفاسه الأخيرة يا جماعة شوفوا الجنون فعلا هو جنون هو إحنا بدئنا نعيش في عالم مخيف وما بتكتفي أماندا بهالشيء بعد ما تتأكد أنه هو قتل تبدأ عاد جلسة تصوير تصور مسرح الجريمة المخيف جدا الدماء موجودة في كل مكان يقال أنه صعب عرض هاي الصور على أي من وسائل الإعلام هي في حالة من النشوة من النصر بتبدأ تنشر هاي الصور على وسائل التواصل هنا مباشرة طبعا تفتخير بأنه هي نفذت جريمة قتل ما عندها أي حرج من الحديث عن الشيء اللي عملته أنه بتحكي هي عملة الشيء الصحيح من أجل زوجها ركس في واحد من منشوراتها بتحكي أنه كل شيء عملته هو لسبب أنه هي قتلت والد زوجها من أجل زوجها أنه ما هي السيدة المثالية إلا أنه في النهاية هي عملة شيء هي بتعتبره جيد من أجل ركس أنت أنت عاد تخيل حالة الصدمة اللي فيها أفراد المجتمع أفراد عائلتها أصدقائها صحيح أنه هي بالفترة الأخيرة مرت في ظروف صعبة إلا أنه هالشيء ما هو دافع لتنفيذ جريمة هي بترجع بتنشر بوست تحكي فيه أنه هي فخورة بالشيء اللي عملته من أجل زوجها ركس وياريت أنه هي اكتفت بحشية بتبدأ تتواصل مع صحفيين مع ناس لهم علاقة بعالم الجريمة بيكتبوا تقارير عن حشية بتبدأ تشرح لواحد فيهم كمية الحماس اللي هي شعرت فيه خلال تنفيذ الجريمة هي بتخبر المحرر أو المراثل بأنه الشعور اللي هي حزت فيه بعد ما نفذت الجريمة تعرفوا لما تركبوا الرولر كوستر لأول مرة هو نفس الشعور بأنه هي الآن حاسة حالها حرة طريقة روح في عالم آخر طبعا لما يسمع المحرر هاي الأوصاف هاي الطريقة هو بيكون في حالة من الصدمة هي بتطالبوا بأنه ينشر بعض صور الجريمة هو مباشرة بيتواصل مع رجال الشرطة هي بتخبر المحرر إنه الشعور اللي بدت تشعر فيه مش زي الأشياء اللي بنشوفها في الأفلام ندم أسف لا هي عندها مشاعر ثانية مختلفة هلا هلا بيخاف إنه تنفذ المزيد من الجرائم زي ما حكيت بيتواصل مع الشرطة اللي هم بدورهم متأكدين إنه هاي السيدة بعد التجربة الأولى ممكن تكررها وما بدنا ننسى إنه هي عندها حلم بإنه تكون قاتل متسلسل هلا بعد ما نفذت جريمتها الأولى بيعبوا سيارتهم بترول بياخدوا الأسلحة هي مع شون بيبدو يتجولوا في أنحاء أمريكا بيتركوا فيرجينيا مباشرة على تنسي خلال الطريقة شون يحاول معها إنه يا بنتي نهدى شوي نهرب نتخفى لا هي بدها تكمل المهمة في اليوم الثالي بيركبوا السيارة بيبدو يبحثوا عن ضحايا آخرين بتنتبه على تنتين من الفتيات جايين هيك أو موجودين في منطقة استراحة في بلوريج باركوي هي بيخطر على بالها إنه هم الضحايا القادمين لازم نقتلهم ناخد المال اللي معهم بتحكيلوا إنه هي رايحة تجيب هدول البنات إنه هو لازم يطلق عليهم الرصاص هلا هي بتروح فعلا لعند البنات بطريقة أو بأخرى بتقنعهم إنه يجوا عند السيارة بتبدأ تحكيلوا إنه يطلق عليهم الرصاص هو بيرفض هي طبعا يجن جنونها اللي بتعملوا إنه بتركب السيارة هي السائق بالمناسبة بتغادر المكان بتبدأ عادة تحاول إنه تهدى لكن ما في مجال للهدوء بعد فترة بتوقف سيارتها على بعد مسافة معينة بتنزل من السيارة وهي حاملة المستثس أماندا واللي هي في حالة شديدة من الغضب بتتجه لمقعد الراكب هو مغمض عيونه ما بعرف هل هو نايم بالصرخ اللي هو شون أنوي هي بتشوف رجل آخر بيمارس الرياضة بيرقد ركض سريع بتبدأ توجه إلى الرصاص أول ما تطلق الرصاص شون بيفتح عيونه طبعا هي تخطي الرجل بيهرب من المكان شون بيفتح عيونه مباشرة رصاصة في وجهه بتحكي له قبل ما تطلق الرصاص إنه هي استخدمته هي ضحكت عليه من أجل سيارته من أجل السلاح تتمنى إلى الموت تطلق الرصاص بتصور وجهه لشون بتبدأ تنشر هاي الصور مرة أخرى على وسائل الإعلام تحكي إنه هو الآن متوفي بتتركه على جانب الطريق بتأخذ السيارة بتغادر المكان هي الآن هاربة رجال الشرطة في عملية بحث عنها بتنشر هاي الصورة الموجودة أمانها بتحكي إنه الموضوع موضوع وقت بإنه هي رح تلتقي بزوجها في جهنم واضح إنه طب للانتحار بتحكي في منشورها بإنه هي سوف تجد السلام في جهنم تخيلوا بتحكي لوالدتها إنه هي بتحبها بتحب أولادها الصغار بإنه والدتها رح تعطيهم الحياة أو توفر لهم الحياة اللي هي ما عرفت توفرها لأولادها الآن نرجع لشون الموجود على جانب الطريق بينتبع عليه أحد الأشخاص بيخبر رجال الشرطة بيوصلوا بتم نقله على المستشفى وبتبدأ دوريات الشرطة في ملاحقتها السيدة واللي هي أماندا في النحاية باستخدام هذه العوائق الموجودة أمامنا بتم السيطرة عليها بيقبضوا على أماندا بينهو حالة الجنون بالنسبة لشون بتم علاجه صحيح إنه كانت رصاصة بالوجه إلا إنه إيجاد في منطقة الفك ما كانت قاتلة في كل الأحوال مباشرة بعد ما يتم تسريحه من المستشفى بيتم القبضة عليها توجه إلا تهمة جريمة قتل هو توجه إلا تهمة جريمة قتل من الدرجة الثانية في المقابل هي توجه إلا تهمة جريمة قتل من الدرجة الأولى خلال التحقيق معها هادية بتصبت شعرها بتشرب كولا أمورها طيبة وخليني أوضح نقطة مهمة جدا بالنسبة لشون هلا هي تطلق علي الرصاص تيجي هاي الرصاصة في منطقة الفك هو من شدة الألم بغيب عن الوعي هي تعتقد أنه قتل هي بتكون متفاجئة لما يخبروها أنه هو ما زال على غير الحياة خلال استجوابها بتبدأ هي الطالب بعقوبة الإعدام تحكي أنه هي تستحقها لأنه هي قتلة أشخاص بأنه حياة أولادها راح تكون أفضل بدون وجودها فعلا إلا أنه في نهاية الاستجواب لما بدها تبدأ محاكماتها هي ما بتقر بذنبها هلا بيحقوا أنه هي بيسحب ظهور على وسائل الإعلام لهيك هي طالبت بالمحاكمة بتبدأ محاكماتها في شهر نوفمبر من العام 2015 خلال هاي المحاكمة هيئة المحلفين بيسمعوا للطريقة الوحشية اللي هي قتلت فيها تشاز في النهاية يحكم عليها بالسجن مدى الحياة بالنسبة لشون يحكم عليه بالسجن لمدة ستين عام هو الوحيد اللي يظهر شيء من الندم من الأسف على الجرائم اللي عملها بيحكي إنه هو راح يعيش عمره مع هاي الجريمة إنه هو ما بينساها ولا يوم ولا لحظة خلال وجودها في السجن بيعملوا معها عدة مقابلات هي مصرة إنه نفذت الجريمة من أجل زوجها إنه بعد وفاته بدأت تشعر بالغضب ما شعرت بأي نوع من السعادة إلا لما فرغت كل هالغضب فيها الرجل اللي عمره 59 عام بيتكمل إنه وهي تطعن فيه كانت سعيدة جدا في البداية هو كان في حالة من الصدمة ما حكى ولا أي شيء وكأنه بيسألها شو بتعملي ليش بتعملي هيك بعد هيك بيبدأ يمسك في شعرها يصرخ هنا هي بيزداد غضبها بتكمل إنه بعد هيك بتاخد هاي الأداء الحديدية من إيده لشون بتضرب هالرجل العجوز ضربة قوية المريض بالمناسبة هو مريض ضربة قوية جدا على رأسه بعد هيك هي الترتاح يمكن من أكثر الأشياء المخيفة اللي بحب أنهي فيها قصة اليوم هي حديثها يا سيدة عن الجريمة اللي عملتها المشاعر الذكريات تلصفها بإنه هي ذكريات جميلة تخيلوا إلى اللقاء في فيديو قادم